السلام عليكم ورحمة الله برحب بالجميع في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اه برحب بكل متابعة القناة اه كنا قدمنا مع بعض اه على القناة اه طوائل سلاوتي او المتهدلة باشكال وغرز مختلفة اه اللي مشوفهمش معايا او اللي بيتابعني الاول مرة وحابب اي تصميم منهم يقدر يطبقوا خطوة بخطوة معايا اه هسيب اللينكات بتاعتهم اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس اه اما النهار ده هنطبق مع بعض اه اه طائية اه من نوعات السلاوتي او المتهدلة ايضا اه لكن بتصميم جديد ويه اه بغرزة اه اسمها غرزة الباف اتمنى تعجبكم يلا بينا نشوف طريقة التطبيق والادوات اللي هنستخدمها مع بعض استخدم خيوط صوف متوسطة السمك بالالوان اللي احنا شايفينها مع بعض وهحتاج لابرتين بمقاسين مختلفين واحدة بمقاس 5 مليمتر والتانية بمقاس 4 مليمتر وهحتاج لابرة التنظيف والمقاس كل خطوة معي هبتدي اعمل حلقة البداية وهستخدم ابرة رقم 4 مليمتر اه حلقة البداية بالشكل ده وبعدين هرتفع اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اتناشر سلسلة زي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي من مكان ما احنا موجودين اه ادخل في اول غرزة معي على السطر من الاربعتاشر اخد الخيط بتاعي اشتغل غرزة حشر وعلى مدار السطر كله كل غرزة هتقابلني اشتغل فوقها غرزة حشر والحد نهاية السطر اتناشر غرزة حشر بالشكل اللي احنا شايفين وهبتدي في نهاية السطر بتاعي ارتفع سلسلة واحدة هلف الشغل وهاشتغل في الباكلوب او في الفتلة الخلفية للغرزة اقلب السطر بتاعي بالشكل ده شايفين اه فيه اه المفروض ان انا ادخل في الغرزة كده لكن لا انا هياخد بس الفتلة الخلفية من الغرزة بالشكل ده وهاشتغل غرز حشر بتاعتي فيه الباكلوب او في الفتلة الخلفية للغرزة على مدار السطر كله لحد نهاية السطر ادخل في الباكلوب بس من الغرزة في الفتلة الخلفية اخد الخيط ومعي حلقتين هخرج منهم بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض شايفين اشتغلت في الباكلوب او في الغرزة الخلفية بالشكل ده ووصلت لاخر غرزة معي على السطر اخر غرزة هاشتغلها بشكل عدل في الغرزة بشكل طبيعي بالشكل ده كده وبعدين بعد نهاية السطر هارتفع سلسلة واقلب الشغل بتاعي وبنفس الطريقة اقلب السطر بتاعي بالشكل ده علشان اشوف الباكلوب وابتدي ادخل اشتغل غرز حشر على مدار السطر وكل اللي انا هعمله هفضل ارتفع بنفس الطريقة في نهاية كل سطر اشتغل اخر غرزة بس معي بالعدل لكن كل الغرز بتاعتي في الباكلوب زي ما احنا شايفين كده هرتفع بالسطور لحد مقاس محيط الرأس اللي هو المقاس اللي انا بعمله كمان اقل من محيط الرأس المقاس الفعلي ب2 سنتي او 3 سنتي وزي ما قلنا قبل كده انه الصوف بيموت او الاشغال اليدوية بتموت فانا هقل 2 سنتي عن مقاس محيط الرأس الفعلي علشان المقاس في اللبس يبقى مزبوط شايفين انا وصلت لاخر السطر بتاعي ومعايا اخر غرزة هشتغلها بشكل عدل مش هشتغل في الباكلوب بالشكل ده كده وكل اللي انا هعمله وارتفع سلسلة وارجع بالسطر بنفس الطريقة في الباكلوب هشتغل غرز حشو هرتفع بالقطع ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض بعد ما بترتفع بالسطور كده اما بتقسيها على رأس الشخصة او المقاس اللي بتعمليها عليه فاذا هو يعني اقل من وحيد دوران الرأس دوت باثنين سانسي اوكي ما ترتفعيش اكتر من كده لايتي اقل بترتفعي بالسطور لحد اما تجيبي المقاس او بتغذي المقاس بمزورة او وحدة قياس بالسانسي متر وبتقيسي على الاطار بتاعك هل هو مزبوط بتتوقفي عن الارتفاع لسه ناقص شوية فبتبتدي تزودي في السطور بتاعتك كده انا تقريبا وصلت ليه المقاس المفروض اشتغله هبتدي اعمل اي دلوقتي من مكان ما احنا موجودين بالشكل ده كده اتني الاطار بتاعي على بعض وهقفل بي منزلقة في الجزء التاني بالشكل ده كده اسحب الخيط واشتغل منزلقة زي ما احنا شايفين مع بعض كده توصل بالطريقة زي هبتدي اعمل اي دلوقتي هبتدي اه على الحرفين مع بعض اه اضمهم لبعض بالشكل ده كده وحط حروفي على بعض كويس وبعدين هبتدي ااخد غرزة من القطعة الامامية وغرزة من القطعة الخلفية عشان اوصلهم ببعض وهشتغل غرز حشو عليهم بالشكل ده كده اقرر على مدار القطعة غرزة من هنا وغرزة خلفية بالشكل ده واشتغل غرزة حشو ولحد نهاية القطعة بتاعتي بنفس الطريقة في كل غرزة خلفية وامامية من القطعة ووصلهم ببعض بالشكل اللي احنا شايفينه على اخر غرزة معي بالشكل ده اخد غرزة من هنا وغرزة من هنا واخر غرزة حشو معي وهي ما احنا شايفين القطعتين توصلوا ببعض بالشكل ده هبتدي اعمل ايه دلوقتي اقلب الاطار على وشه علشان الوصل ده يكون من جوه هشتغل على وش الاطار بالشكل ده كده هبتدي ارتفع 3 سلاسل بعد ارتفع 3 سلاسل بالشكل ده كده انا هبتدي اشتغل غرز البوف بتاعتي وهنا هسيب الابرة اللي هي 4 مليمتر خلاص انا اشتغلت بيها الاطار مش هحتاجها تاني وهبتدي اشتغل بابرة رقم 5 مليمتر بالشكل ده كده هبتدي دلوقتي اشتغل الغرزة بتاعتي هعمل ايه شايفين معي فيه فراغات مكان السلسلة الارتفاع اللي كنا من ارتفاعها فيه كل سطر بالشكل ده كده هبتدي اشتغل فيها الغرز بتاعتي على مدار الاطار بتاعي يبقى من مكان منا موجودة هنا اول غرزة او اول فراغ معي اهو اوكي هبتدي الف الابرة بتاعتي ادخل اخد الخيط واسحبه الفوق بالشكل ده كده احتفظ بي على الابرة وهكرر آآ ألف الابرة وادخل في نفس المكان اكرر ارفع الخيط بتاعي جي تاني مرة هكرر لتالت مرة ألف الابرة وادخل رابع مرة وبعدين 5 مرة بالشكل ده كده كل الحلقات معي على الابرة بعد 5 مرة هطلع من كل الحلقات مع ده الحلقة الأخيرة بالشكل ده كده بعدين هعمل ايه اخد الحلقتين الاخار مع بعض بنفس الطريقة هكرر فيه جرزة الحشو اللي جاية بالشكل ده كده او الفراغ اللي جاي الف الابرة بتاعتي وادخل في الغرزة اخد الخيط وارفعه الفوق كده اتزيله البراح بتاعه عشان الغرزة تتزابت معي وابتدي الف الابرة كمان مرة بعدين تالت مرة ربع مرة والمرة الخمسة والاخيرة هبتدي اخد الخيط واخرج من كل الحلقات اللي على الابرة وبعد كده هحتفظ باخر حلقة بس هخرج بين الاتنين اللي فضلين بالشكل ده هقرر تاني ابتدي الف الابرة بتاعتي واروح على الجرزة جرزة الحشو اللي بعد كده اهيه فراغ جرزة الحشو اللي هي سلسلة اللي ارتفاع اللي كنا بنرتفاعها عند كل سطر هبتدي ادخل فيها اقرر خمس مرات بسحب الخيط بتاعي واحتفظ بيه على الابرة اتنين تلاتة اربعة خمسة اخرج من كل الحلقات معادي الحلقة الاخيرة بالشكل ده وبعدين هخرج من الحلقتين اللي فضلين وعلى مدار السطر بتاعي كله هقرر بنفس الطريقة هدخل في مكان سلسلة الارتفاع اللي موجودة على الاطار اشتغل خمس مرات بالشكل اللي احنا شفناه كده واخرج من كل الحلقات بعد خمس مرات معادي الحلقة الاخيرة واسحب الحلقتين ولحد نهاية السطر وصلت لنهاية السطر بتاعي عند سلاسل الارتفاع بالشكل ده انا مش هقفل المنزلقة بتاعتي في سلاسل الارتفاع لكن فيه آآ يعني في طب الغرزة البوف الأولى بالشكل ده كده هدخل جوه آآآ فوق الغرزة اقفل المنزلقة بتاعتي بالشكل ده كده وانهي السطر زي ما احنا شايفين تهى السطر على الشكل اللي احنا شايفينه كده آآآ السطر الجديد هبتدي اشتغل في الفراغات اللي باينه قدامي دي شايفين الفراغ ما بين الغرز هبتدي اشتغل فيه بنفس الطريقة ارتفع ثلاث سلاسل بالشكل ده كده وفي اول فراغ معايا هبتدي اشتغل الغرزة بتاعتي الف الابرة وادخل اسحب الخيط واديله براح كده هقرر اربع مرات كمان يعني خمس مرات اجمالي في المرة الوحدة بالشكل ده كده خلصت خمس مرات هبتدي اطلع منهم مع ده الحلقة الاخيرة وهقرر بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر السابق بس المرة دي هشتغل في الفراغات الا اوجدتها لنفس مكان ما بين الغرز بالشكل ده كده هلف الابرة بتاعتي وادخل في الفراغ اللي جاي هقرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اصحب كل الحلقات وبعدين اخر حلقتين معي على الابرة بالشكل ده كده هكرر على مدار السطر كله بنفس الطريقة ولحد نهاية السطر في كل فراغ هيقابلني هشتغل غرزة بوف جديدة مكونة من خمس لفات مع بعض بالشكل ده كده واخر حلقة بس اللي بسيبها واخدها لوحدة لنهاية السطر بتاعي هبتدي زي ما قلتلكم ما بنقفلش المنزلقة فيه سلاسل الارتفاع لكن فيه يعني فوق الغرزة الاولى بتاعتي على السطر بالشكل ده كده هقفل الغرزة غرزة المنزلقة وهاشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها ارتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده وبعدين فيه اول فراغ هيقابلني اشتغل الغرزة بتاعتي مكونة من خمسة خمس لفات على الابرة بالشكل ده كده اربعة خمسة واسحبهم كلهم مع هذا الحلقة الاخيرة وبالشكل ده كده همشي على السطر بتاعي بنفس الطريقة اللي مشيت بيها السطر السابق شايفين مع بعض كده بترتفعي بالسطور بنفس الطريقة وبنفس طريقة العمل في كل فراغ بيقابلك بتشتغل الغرزة بتاعتك وفي نهاية السطر بتقفلي في طب الغرزة الاولى من السطر وبترتفعي ثلاث سلاسل وتلفي من جديد اجمال السطور بتاعتك بداية من غرزة البف هنا هتبقى 8 سطور اذا انا ارتفعت 8 سطور من غير زيادة ولا نقصان وفي السطر التاسع هنبتدي نعمل تناقص يبقى من مكاني هنا في نهاية السطر التامن هرتفع للسطر التاسع تلات سلاسل تلاتة بالشكل ده كده وهبتدي اشتغل شايفين انا كان المفروض هشتغل في الفراغ الاول دوت الغرزة بتاعتي لكن انا هفوت الفراغ ده وهشتغل في الفراغ اللي بعده على طور يبقى هفوت الفراغ اللي بعده الارتفاع وهشتغل في الفراغ اللي بعده الغرزة بتاعتي المكونة من خمس لفات بشكل طبيعي اتنين ثلاثة اربعة خمسة اخد كل الحلقات مع ده الحلقة الاخيرة وبالشكل ده بعدين في الفراغ اللي بعده كده هشتغل غرزة عمود بلف الف القبرة بتاعتي وهدخل هشتغل غرزة عمود بلف حلقتين فحلقتين بعدين هقرر في الفراغ اللي بعد كده هشتغل غرزة بف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اسحب كل اللي على الابرة مع دا الحلقة الاخيرة بالشكل ده كده وفي الفراغ اللي بعده هشتغل عمود بلف هلف الابرة وادخل اخد حلقتين فحلقتين وعلى مدار السطر بتاعي هقرر بنفس الطريقة فيه فراغ اشتغل غرزة بف وفيه فراغ اللي بعده على طول هشتغل غرزة عمود بلفة حلقتين فحلقتين والحد نهاية السطر نهاية السطر بتاعي بنفس التناقص غرزة وغرزة بالشكل ده كده ووصلت للنهاية هبتزي اقفل منزلقة في المكان اللي باقفل فيه فوق الغرزة الاولانية على السطر بالشكل ده كده وهرتفع للسطر الجديد تلات سلاسل وبعدين هفوت اول فراغ اللي هو فراغ الارتفاع وفي الفراغ اللي بعده كده هشتغل غرزة بف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالشكل ده كده وبعدين هعمل تناقص في الفراغين اللي بعده كده هوت هبتزي الف الابرة بتاعتي ادخل في الفراغ اللي جاي اخد عمود بلفه اخرج من حلقتين واحتفز بالحلقتين الباقيين الف الابرة بتاعتي تاني واخد الفراغ اللي بعده بالشكل ده كده واخد اخرج من حلقتين بالشكل ده كده بقى معي تلات حلقات هخرج منهم كلهم وهكرر بنفس الطريقة الغرزة اللي بعدها على طول او الفراغ اللي بعد التناقص بتاعي هعمل غرزة بف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخرج منهم كلهم بالشكل ده كده والغرزة اللي بعد البف هعمل فيهم تناقص بغرزة العمود بلفه الف الابرة بتاعتي وادخل اخد عمود اخرج من حلقتين والحلقتين الباقيين معايا الف الابرة تاني واخش في الفراغ التاني اللي جنبه ابتدي اخد عمود هاخد منه حلقتين بس معايا تلات حلقات على الابرة هخرج منهم كلهم بنفس الطريقة هبتدي امشي على السطر بتاعي الفراغ اللي بعد كده غرزة بف خمسة وتناقص في الفراغين اللي بعد كده الف الابرة اخد عمود حلقتين بس ومعايا حلقتين الف الابرة والفراغ اللي بعده هياخد حلقتين ومعايا تلات حلقات هبتدي اخدهم كلهم بنفس التناقص ده هنهي السطر بتاعي في نهاية السطر بتاعي تقفلي منزلقة بالشكل ده كده افلت منزلقة في مكاني هبتدي ارتفع للسطر الحدوشر تلات سلاسل واقرر السطر السابق افوت الفراغ اللي تحت الارتفاع على طول وفي الارتفاع اللي جاي هاشتغل غرزة بف بالشكل ده كده وبعدين هعمل تناقص في الفراغين اللي بعد كده بغرزة العمود بلفة هدخل في اول فراغ اخد عمود اطلع من حلقتين والحلقتين البقين معايا لفي الابرة تاني وفي الفراغ اللي بعده اخد حلقتين معايا ثلاث حلقات هخرج منهم كلهم بنفس الشكل اللي اشتغلت به السطر السابق في الفراغ اللي بعد كده اعمل بف والغرزتين اللي بعد البف اعمل تناقص بغرزة العمود بلفة ولحد نهاية السطر فلت منزلقة ونهاية السطر الحداشر للسطر الاثناشر هرتفع ثلاث سلاسل وهقرر نفس السطر هبتدي اشتغل غرزة بوف بالشكل ده كده وبعدين في الغرزتين اللي بعد كده تناقص بغرزة العمود بلفة هلف الابرة بتاعتي اخد حلقتين ومعي حلقتين على الابرة اخد الفراغ اللي بعد كده حلقتين وثلاث حلقات اخرج منهم كله بنفس الطريقة غرزة بوف وتناقص فيه الغرزتين اللي بعد كده والحد نهاية السطر نهاية السطر الاثناشر بالشكل ده هقفل اخر منزلقة بالنسبالي وابتدي ارفع الخيط بتاعي بالشكل ده كده شايفين الطب بتاع الطاقية بتاعتي اصبح ازاي بالشكل ده كده هبتدي ادخل الخيط بتاعي جوه واغلب الطاقية بتاعتي علشان انهيها بالشكل ده كده انا دلوقتي على ظهر الطاقية وده الخيط اللي دخلته من الفتحة اللي في الطب بالشكل ده كده هبتدي اعمل ايه اخد الخيط ده داير ميدور الف بي في الفراغات بالشكل ده كده علشان اغلق الدايرة بتاعتي اللي فوق وانهي الطاقية بشكل مزبوط شايفين في كل فراغ هيقابلني هبتدي اصحب الخيط منه لحد ما لفه على الدايرة الصغيرة دي كلها وده الخيط اللي من البقرة هبتدي ارفعه برضو معي كده جوه وراف الطاقية اقصه بسيت البقرة بتاعتي بالشكل ده كده واخد زي ما قلتلكم الخيط ده داير ميدور نهيت الدايرة بالشكل ده هبتدي اسحبه شايفين افلت معي الدايرة خالص ازاي هسحبه وفي الخيط اللي هو من اللي انا قطعته من البقرة بتاعتي هبتدي اربطه بالشكل ده كده اربطه رابطة قليلا واخد مرحلة معيك على الطاقية طبعا بتبتدي تلدومي كل زوائد الخيط اللي موجودة معيك اه في ابرة التنظيف بالشكل ده كده وبتخفيها في آآ الغرز بتاعتك بالشكل ده كده وطبعا بتتخلصي من الزوائد بعد ما بتدخليها شوية كده بتخلصي من زوائد الخيط علشان تنظاف القطع بتاعتي وتبقى آآ بالشكل ده كما احنا شايفين مع بعض حلقة النهاردة انتهت آآ وطبعا بتبين في اللبسة اكتر بالشكل اللي احنا شايفينه كده تقدري آآ تحط عليها اي اكسيسور يعني ممكن زي ما انا سبت عليها زرار عادي بالشكل ده سبتو بخياط عادية خالص آآ زي ما هو باين في القبر آآ لكن ممكن تحطي وردة في يونكا آآ الاكسيسور اللي تحبيه او حتى ممكن تسيبيها آآ زي ما تحبي وحسب رغبتك آآ اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك وازا بتتابعوني او بتشوفوني الاول مرة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة